نحن نريد أن نعود دولة ونريد أن نستقل وقاطعنا عن دفعتنا كاملة نهار الأول لا شهر ذا الهدف وخلق الذي يخلق نحن نعيش في أمر واقع نحن نعيش في أمر واقع الأمم المتحدة عاجزة كل العجز نحل المشكلة الميدان على الأرض مسيطر عليه المغرب تسعة وتسعين في المية وهذا ما يقدر نكرى حد يكون حد ما هو بغي يبين ضعف القوة العسكرية السحراوية وهذا ظاهر واناك شفت مدة عام واربعة شهر ما هي ثغرة ما هو أسير ما هي وثيقة ما هي ما هي حرب ذيكية نقالها الحرب يعني قصف وانت عارف حرب حرب استنزاف ومرحلة حرب استنزاف وتعرفها جيدة إذن ما هي لتحقق شيء لا تستلزف القضايا في المغربية يتقرر عليك إلى واحد في الأخرى لا تكتر واحدة ثانية في ذاك القصفة ثلاثة أربعة إذا ما قدك محمد يجيبوا لك حماد يتقرر عليك وتقولها بلسانك في مغربية الصحراء ومية واربعة وثلاثين قرار في الجمعية العامة الممتحدة الجمعية العامة الممتحدة لا تقرر عليك لا تقرر عليك فترة عامة أربعة عشر مبعوث خاص يرسل للمنطقة لا تقرر عليك قطعنا نتابع أصحابه إذا نحنا ما نضد الدولة الصحراوية ولا نضد الكيان الصحراوي ولا نضد الاستقلال ولا نضد أي شيء يحلم به الإنسان الصحراوي ولكن نحنا صبحنا في واقع نحنا اليوم في واقع إعجاز تام ولا باصيس أمل يبين عن خالق الاستقلال ولا باصيس أمل واحد يبين عنه يجد حد يلوي ذراع المغرب ويفرض عليه السفتة هذه عارفة امتكد منها فهم يا غير مانك اللي هي تصرح بها بيك ذاك اللي مانك بغي تقول الحقيقة ولا واحتاني مولي معاك ها هو الخاصة تفهم إذا ما دام جاء قادية حكم الذاتي تقريبا هو الأمل الوحيد اللي الله يجمعها للصحرة على أرضهم وعلى طرابهم وعلى وطنهم اللي هي الصحرة الغربية ولا يستفادوا من خيراتهم ولا يبنوا كيانهم ولا يشتركوا مع أخوتهم اللي هذا يلا سمحتهم الجزائر يلا سمحتهم الجزائر ويلا نعطى واحد نقوسه للجزائر ويلا نضغط على الجزائر ووافقت الجزائر بواحد مصلحة معينة اللي لا يتقبط فيها خيرات الصحرية اما في وصفات والله البحار والله مدخل معين مدة مئتين عام والله مئة وخمسين عام والله شوف ذاك اللي يعدوا كيف يلوقع في العالم وكيف يلوقع في اتفاقية ثلاثية مع اسبانيا نظن عنه مني توافق الجزائر عن جبهة البوليسارو اللي هي توافق وقطعا عن ذكا قيادة مني تقول اغداء بغينا الاستفتاء ونناقشه الاستفتاء ونتفاوضه على الاستفتاء شين هي طريقته وشين هي كيفيته وشين هي معالم واضحة قطعا عنكم كاملية تقولوا قالت قياتنا الرأس الشيدة وهذا انتصار وهذا نفس للفضل نسمعوه منكم ولكن يا حسن ما خارق حد ضد هالصحراء وما خارق حد ضد الجمع الشمل خارق واقع عن عشوف ملموس واضح لممتحدة ما قد تحلت المشكل وما يلي تحلوا اكبر حد في الجبهة ابراهيم غالي وصفها بالشرطة المرور في قضية القرقارات اذا ليتبقى انت ابداع لعهد الشهداء ما خارق الا الاستقلال ما خارق حد العملاء هم اللي يقبلوا الحكم الذاتي ذيك المصطلحات شوفوا الامر الواقع شوفوا اليوم ميدان الجيش على الارض شنهو وشوفوا الممتحدة شمعدلة وشوفوا القرار الاخيرش في الصرفية هذا هو هاي التساؤلات خاصكم تشوفوا خلونا من اتهامات الاشخاص الثانين وخلونا من المواقف وخلونا من سر التاريخ الصحراء كانوا يبايعوا المولوك والسلاطين ولا ما يبايعوا هذاك ما يهمنا راعي ما قطوا بايعوا قط ولا قطعانت علاقة بالمغرب بهذه الصحراء ولا خالق قرار امامي ما هو ضد المغرب في الصحراء ثابتاً لا عنها كانت الليها الصحراء خالية ما عليها السلطان ولا ملك يغان نحن نشوفوا الواقع اليوم على الميدان على الارض يمحي ذاك التاريخ ويمحي جميع البنود لانها السيطرة واقعية على الارض ويكفي انها وراها اسرائيل وامريكا وفرنسا والغرب كامل وتعرف انت مولي وراك انطقت بها بانه اليوم السيطرة للقطبة الواحد يامس كانوا قطبين اليوم عادة القطبة الواحد واللي هو اللي بغي يعدل يعدل وراك بشته وشوقع تقول لي دليل ركت ياهي بحزب هذا اللي وقع في فرنسا كذيب اراهم جاء بولتون جمعت بولتون وجمعت وزيرة خارجية الامريكية وذلك المجموعة ماذا تدروا دعاية ضبابة نوة متخطية حتى هذي ديال فرنسا اللي لا نوة ولا يجي كذيبة ثانية اللي لا نوة يغاني شوف امر الواقع يا حسنا شوفوا الواقع شو واقع فيه وشوفوا ذوك الكهلات اللي في ذاك المخيم وشوفوا ذاك التشرد وشوفوا ذا الشتات مرح وسل مرح وسل